ما تلبث أن تجتاز أزمات ملفها الأمنية المعقد حتى تدخل بأزمات أخرى خدمية هكذا باتت العاصمة المؤقتة عدن أو هكذا أصبح الوضع فيها بعد أزمة المشتقات النفطية التي انعكست بشكل مباشر وسلبي على حياة الناس هنا ينتظر المواطنون حظهم بالحصول على القليل من المواد النفطية أمام محطات تعبئة قد لا تكون متاحة في معظم الأوقات وهي أزمة متجددة لا يستطيع الناس تحمل تبعاتها الثقيلة من عدم البترول معين جميع المحاط وعدم توفرها أبداً توفرها في السوق السوداء بـ 40 ألف ريال فنوجه رسالة لرئيس الوزراء والحكومة أن يوفروا للمواطن كفاية أزمات على المواطن من غعج بترول، كهرباء، كل أزمات لليوم الرابع على التوالي تدخل أزمة المواد النفطية في عدن مرحلة جديدة لا تتوقف عند حدود الحاجة إلى المشتقات لتسهيل مواصلات المواطنين وتنقلهم في المدينة بل امتدت إلى قطاعات الصحة والكهرباء يشكل أهالي في عدن عودة قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال فترات متفرقة وتوقف ضخ المياه إلى المنازل الأمر الذي أرجعته مصادر رسمية إلى عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد ثلاث أيام أزمة من لما انقطع البترول توقفنا على الشغل عن العمل وليس ما نسوي على برحة شرية تدب البترول وبأنها سوى صدق لك بـ 14 ألف ومعا شيء خرق فيه به أزمة متجددة إذن تعيشها عدن حيث يرى المواطنون بأنها أزمة مفتعلة من قبل أطراف في الحكومة والتحالف بينما تجد الحكومة بأن الحرب والانقلاب تسببا بتوقف عملية تسطير النفط وتعطيل عجلة الاقتصاد ككل وهي دائرة مستمرة تسببت بتدهور شكل الحياة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر